روح لصوت جميل صفوان كان بودي أن أشارك هذا الحديث الشيق المهم وهو الثقافة والموسيقى هي عمود بل من أعمدة الثقافة الأساسية التي تبنى عليها الإذن السامعة والإذن كما قال الشاعر تعشق قبل العين أحيانا وكذا في الآية السمع والبصر فالسمع أولا ثم البصر الثانية فالموسيقى هي وجدان وحضارة الأمم وعلى أساسها تقاس مدى ارتقاء سلم الحضارة والمدنية وكذلك يستحضرني قول للحكيم الصيني كونفوشيوس الذي يقول إذا أردت أن تستمع أو أتعرف على شعب وعلى مبلغي ما توصل إليه هذا الشعب من المدنية والحضارة فاسمع موسيقاه ومصر التي عهدناها منبعا ثريا للثقافة السماعية والمقرؤة منذ زمن بعيد ولئن ناء بها الحمل بما كانت تحملها على كاهليها فما زال من الإرث الجميل الذي نرتشفه من حين إلى آخر عبر عباقرتها الموسيقيين والشعراء يجعلنا نستحضر الماضي بما فيه من جمال وكنوز لنبتعف الحاضر الذي بدأ يترنح لأسباب عديدة الحديث عنها يطول ويطول ولا أحب أن أطيل كثيرا معي قصيدة كنت قد كتبتها عن مصر لا بأس أن نسمع بعضا منها ثم نعود إلى الموسيقى يا مصر جئتك والآمال تحملني والقلب في فرح قد بات نشوانا رسمتني لك أغنية على شفتي فما ضمئت وبات الشوق ضمآن قد هجت وجدي قد هجت وجدي في قلبي وفي نغمي حتى شدوت فأضحط مصر آذانا غنيت مجدك غنيت مجدك يا مصر على وتري عشقا تردد في الآفاق الحانا أنت الكنانة أنت الكنانة ما حلت بك نوب أنت الكنانة ما حلت بك نوب سود من الدهر إلا فضي ألوانا من رفر في الخلد قد دلت متكأا ظللا وأنساما والنيل سقيانا مر الكومات مر الكومات هنا فجعلتهم بددا ردوا على عقوب والفأل ما كان منك الشباب منك الشباب هنا جعلوا الظلام سنا وبنوا على طلل للحق بنيانا كسروا القيود ولا وهنت لهم همم فالليل منقشع والفجر قد بانا أهديك شعري أهديك شعري وما فاضت به نفسي منك القوافي ومني اللحن صفوانا شكرا